شهدت مناطق شر كندا موجة حر قياسية أدت إلى تأجيج حرائق غير مسبوقة حيث اشتاحت الساحل المطل على المحيط الأطلسي وأجزاء أخرى من البلاد وقالت السلطات أن هناك أكثر من 210 حرائق تستعر في أنحاء كندا بما فيها 82 حريقا خارج السيطرة وأكثر من مليوني و700 ألف هكتار من الأراضي دمرت في حرائق هذا العام أي ثمانية أضعاف ما دمر في العقود الثلاثة الماضية وذلك وفقا للمسؤولين وفي مؤتمر صحفي قال وزير الاستعداد للطوارئ أن هذه الظروف في بداية الموسم غير مسبوقة وبالطبع تثير قلقا عميقا وعلى نفس الصعيد قال وزير المواند الطبيعية أن كندا تعاني من تدعيات تغير المناخ بما في ذلك حرائق غابات أكثر تواترا وشدة متوقعا أن تتضاعف مساحة الغابات التي ستدمر حرائق الغابات بحلول 2050 وفي نوفا سكوشا اندلع 16 حريقا ودمر 200 منزل وأجلت السلطات نحو 20 ألف شخص فيما عبر رئيس وزراء نوفا سكوشا أن الأرقام مخيفة وسببت صدمة رهيبة لسكان المقاطعة وتتدفق المساعدات على المقاطع إذ أرسلت أونتاريو شاحنات لإطفاء الحرائق في حين أرسلت الولايات المتحدة إطفائيين للمساعدة في إخماد الحرائق بينما أرسلت مناطق كندية مجاورة عشرات الطائرات المتخصصة بمكافحة الحرائق كما انضم أفراد من خفر السواحل إلى جهود إخماد النيران موسيقى